ايه بقى فكرة متحور كورونا اللي بيصير مخاوف الصحة العالمية وانه فعلا بدأنا دلوقتي انا برضو تعبانة يعني شوية وموضوع الزور واجع الزور الجامد ارتفاع في درجة الحرارة فاعراض كده بدأت تظهر اليومين دول فقالوا انه الفيروس او المتحور ده اسمه فليرت بيحمل فيه طياته العديد من المخاطر والمخاوف لانه امتدهد لفيروس كورونا وبحسب ما اوضحة منظمة الصحة العالمية تبقى الاصلم لمتحور كورونا العالم بيعاني في بعض الاماكن طبعا فيه حرارة جديدة جدا اساسا في كاليفورنيا احنا يومين حر قوي ويومين برد وبرد جديد فالدنيا وممكن الصبح يبقى حر بالليل يبقى برد ففيه تغيرات كتيرة جدا لكن الحياة مسئولة الصحة بيحذره من زيادة نشاط الفيروس وشارسته في فصل الصيف بالنسبة للمصر الدكتور امجد الحداد رئيس قسم المناع والحساسية بالمصر واللقاح قال ان ارتفاع درجات الحرارة له علاقة بالفيروس وانتشاره في العالم بسبب ان الحمى المناعية او الاصابة بالفيروسات تتم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم وفقا للمراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منه فانه من عائلة متغيرات اوميكرون الاسرع انتشارا اعراضه هي برضو نفس الاعراض القريبة موضوع الصداع سيلان الانف السعال قلم العضلات التهاب الحلق الشديد يعني والتعب طبعا والاحساس بالارهاق فخلوا بالكو طبعا من انه هو قال انه مصر لسه ما فيهاش لكن زي بقوله حضراتكو لانا سمعت الناس كتير تعبانة في كل حتة فخلوا بالكو برضو اللي اعلنوا عن اصابات هي روسيا قالوا ان في 147 اصابة جديدة من متحور فليرت ده درب يعني درب روسيا لكن زي ما قلتلكو دكتور امجد هو اللي قال انه لم يصل الى مصر رغم انتشاره في بعض الدول الاوروبية والامريكية معلوماتي ان فيه ناس تعبانة وكانت واخدى دور جامد في مصر اللي فاتت وهي دي نفس الاعراض عموان خلوا بالكو عارفين العلاج هي هي نفس المشروبات الدافية وموضوع طبعا ان انتو خوافق حرارة والكلام ده كله هو نفس العلاج وخلوا بالكو برضو طبعا لو حد حابب ان هو يلبس المسكات ده بتبقى دلوقتي خلاص يعني رغبة فردية اشتركوا في القناة